بدأت فرنسا الثلاثاء أحياء ذكرى الاعتداءات التي استهدفت باريس في كانون الثاني يناير عام 2015 بتكريم لضحايا الاعتداءات التي نفذها جهاديون على صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة وعناصر من الشرطة ويهود وأزاح الرئيس الفرنسي فرونسوا أولونت في المكان الذي وقعت فيه مجزرة شارلي إبدو ستارة عن لوحة تخليدا لذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي على حرية التعبير التي وقعت في مكاتب الصحيفة في السابع من كانون الثاني يناير عام 2015 وأسفرت اعتداءات كانون الثاني يناير عام 2015 عن 17 قتيلا بالإجمال فبالإضافة إلى قتلى مجزرة شارلي إبدو والمجر اليهودي قتلت أيضا شرطية في الثامن من كانون الثاني يناير في موغوز جنوب باريس وسيزاح السيطار عن لوحة لذكراها السبت في المكان الذي قتلت فيه في حضور الرئيس الفرنسي أيضا وشارك في المسيرة عام 2015 نحو خمسين زعيما من جميع أنحاء العالم بدعوة الرئيس الفرنسي الذي أطلق يوم ذاك على باريس اسم عاصمة العالم ترجمة نانسي قنقر